بعد 15 عاماً يعود صانع النهضة الماليزية الحديثة ليقود بلاده الدكتور مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء بعد أن كلفه القصر الملكي بتشكيل حكومة جديدة في عقاب فوزه في الانتخابات العامة وسائل الإعلام الماليزية الرسمية أكدت أن تحالف الأمل برئاسة محمد فاز ب125 مقعداً من إجمالي 222 مقابل 79 مقعداً لإتلاف الجبهة الوطنية الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب عبد الرزاق في الانتخابات التي جرت يوم التاسع من أيار الجاري فوز مهاتير محمد جاء مفاجئاً لا سيما أن حزبه خاض الانتخابات على رأس تحالف يضم أحزاباً كانت تعارضه أثناء توليه السلطة خلال عقدين من الزمن حيث تفوق على التحالف الحاكم أي الجبهة الوطنية الرجل القوي كما يصفه الماليزيون عاد إلى المشهد السياسي منذ عامين كمعارض لسياسات نجيب عبد الرزاق الذي شوهت صورته فضيحة مالية كبيرة ليقود مهاتير بلاده في حقبة جديدة يعتقد الماليزيون بأنها ستكون مكملة للنهضة الاقتصادية العملاقة إبان فترة حكم مهاتير التي بدأت عام واحد وثمانين وانتهت في تشرين الأول من عام الفين وثلاثة باستقالته طواعية فوز حزب مهاتير محمد يفتح الباب أمام عودة السياسي صاحب الاثين وتسعين عاماً إلى منصب رئيس الوزراء كما يمثل فوز تحالف الأمل الهزيمة الأولى للإتلاف الحاكم في تاريخ ماليزيا منذ استقلالها عن الحكم البريطاني عام سبعة وخمسين وحيث نحن هنا في أمام الفيلي